طب زيزو أنا مستوى فاتحة يا كابتن والله اللي كويسين بس صدقني فيه لعيب يديك أفضلية كبيرة جدا يعني أنا شايف أن زيزو لما هيلعب في المكان ده هيدديك أفضلية بأن زيزو عنده مجهوده كبير وعنده كمان الحتة الدفاعية عالية وده طبعا من اشتقالين من مصطفى مصطفى عنده إمكانات فنية عالية إنما بتكلم أن عندك واجبات دفاعية مع الفرق لأن الفرق قوية صح فلازم يكون عندك لعيبة تقدر تهاجم وتدافع بنفس القوة صح فالالتحامات هتبقى لزيزو أفضل الرجوع السريع والعودة وسرعة الارتداد لزيزو عند زيزو أفضل فلما يبقى زيزو موجود في ناحية اليمين وموجود خلاص لو أنت محتاج كهرباء لازم يكون له دور لأن كهرباء في الفترة الأخيرة مع الناد الأهل موفق جدا فبالتالي دي له فرصة يبا كان مين يا كابتن خلاص ما أنت كده كده لما هتودي زيزو على اليمين هتحطه هناك في ناحية اليمين يلعب تحت رأس الحربة تحت مصطفى حتى على الأل لما كرة تطلع عند محمد حمدي أو تطلع عند عمر طيما ده خليني أسألك سؤال مين هيبقى الشمال مع الشمال عمر مرموش لأنه قدم مرضوط فني عالي جدا طيما تريزيجي لما نزل المبرارة اللي فيها تقدم مرضوط فني عظيم جدا طيما ده هل ينفع الملعب تحط فيه تريزيجي ومرموش مع بعض آه ينفع ما عملهاش هو ولا مره ينفع ليه ينفع لما ممكن أحط الاتنين إمام عشور وتريزيجي تمانيتين آه ومرموش في ناحية اليمين وزيزو في ناحية العس مرموش عشمال أو المين ومصطفى محمد فيبقى عندي شراسة كبيرة جدا جدا وسرعات كبيرة خد بالك تريزيجي بيينقلك من الحالة الدفعية الحالة الجمية بأسفرع ما يمكن عمر نفس الطريقة زيزو نفس الطريقة فبالتالي هيبقى عندك آآ عناصر آآ فنية عالية بتتميز بالسرع وبتتميز بالمهار فبتمنى أتمنى أتمنى يلعب بحمدي ويتمنى يلعب بإمام وتريزيجي وعمر مرموش وزيزو ومصطفى بتمنى إنما طبعا هو له أفكاره هو له قناعاته وتحترم بس بتمنى اللي يختاره يبقى عارف إن المباراة اللي جايه مباراة من السهل النهاردة نشرت فراجت عليهم كبير دي صفكو يا جد فرقة محترمة بس على الأقل هتقابلك وهي أهدب كتير من قبل كده ليه لمن التأهل وتأهل أول كمان وتأهل أول فبالتالي ممكن تلعب بكامل هيئتها أو ممكن تريح بعض من الأساسيين وتلعب فأنت لك فرصة وليك أفضلية إن أنت بتقابل فريق هو الدوافع بتاعته حققها الدور التاني هو خلاص بس هو مثلا حابب إنه هو يتصدر وبعدين أنت بيلعب منتخب مصر فلازم هيقابلك بقوة كبيرة فلازم تعمل حسابك إن أنت هتقابل منتخب قوي وفي نفس الوقت أنت مطالب بالتفوق عليه فمهم جدا جدا المباراة دي تبقى الناس عارفة إنها مباراة كقوس ولازم يخشوا فيها ويدخلوا بنفس الجدية اللي نهينا بيها مباراة غير ترجمة نانسي قنقر